بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أحبابي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع ورد اليوم من رواية قالون عن نافع والآية 53 مع ثمن رباء تأمرون الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما حدش يغلطوا الرزاة إزاي من حروف الترقيق رزقناكم لا مش رزقناكم رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا وخذ بالك اللام سكنهون وراها مفتوحة خلي بالك فأنزلنا فأرسلنا جعلنا قلنا كل ده لابد من إظهار أو المبلغة في إظهار اللام فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون أحسنتم بارك الله فيكم وصدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ربنا يتقبل مننا ومنكم كان في ملحوظة كده عاوزة أقولها إن شاء الله أنا يعني عايزة في كل مرة إن شاء الله في قراءة قالون إن أنا أبدأ بأصول الرواية أو إن أنا أنتهي أو أختم بأصول الرواية أو إن أنا أتكلم في أصول الرواية في فيديوهات تانية ومع ذلك أنا أحب إن أنا أتكلم في أصول الرواية بعد الفيديو على طول في نفس الفيديو بحيث نحن نقرأ مثلا آية نقرأ كده وبعد كده نتكلم في أصول الرواية بحيث نحن نطبع على طول أصول الرواية هبيبي معناها إن أنا حتكلم من أول أو حشرح أصول رواية قالون من أول باب الاستعادة وبعدين البسملة وبعدين مثلا حتكلم على ميم الجمعة وحتكلم على أوجه يعني أوجه قراءة قالون على هائل كناية على أياء المتكلم على أياء المخاطب على المد والقصر على يعني أصول رواية قالون على مثلا هتكلم على الهمز المفرد الهمز الهمزتين من كلمة كل أصول رواية قالون عن نافع نتكلم عليها نقطة نقطة بحيث ان الجماعة اللي هما برضو يعني مش هايزة اقول يعني بيتعلموا روايات لأنا مش يعني ما ببقاش مع اللي هو يعني اللي انا ممكن اسيب العمل بالقرآن عشان بس اتعلم الروايات لأ انا لابد ان انا اجمع بين العمل وبين التعليم وبين التعلم وربنا سبحانه تعالى يا رزقنا يا ربي كلنا جميعا الاخلاص يا ربي والعمل بالقرآن وجعلنا من القرآن بسألكم وامروه مشورة بينهم اه تحبوا ان انا كل مرة اتكلم على نقطة او باب من اصول رواية قالون عن نافع بعد كل فيديو ولا ان انا انفرد بها في فيديوهات منفردة وسأل الله عز وجل يتقبل مننا ومنكم ويدبر امرنا وامركم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته